السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم واليوم نبدأ بشرح يونت 2 بكتاب الجرامر كتاب القواعد للمرحلة الأولى مع بعض التمرينات كذلك راح ناخذ بعض التمرينات طيب طلابنا العزاء اليوم عدنا بيونت 2 المضارع البسيط فرح نبدأ نشرح اليوم عن زمن المضارع البسيط طيب بالبداية نشوف القاعدة القاعدة تقول فاعل زائد فاعل يحتوي على اس أو فعل مجرد زائد تكمله للجملة وهنا كاتب لك ملاحظة إذا كان الفاعل وي يو ذي آي راح يكون الفعل مجرد إذا كان الفاعل يو وي ذي آي راح ناخذ فعل مجرد ما راح نضيف أي إضافة يو وي ذي آي ما راح نضيف أي إضافة طيب أما إذا كان الفاعل مفرد هي شيئت راح نضيف اس الشخص الثالث طبعا هي شيئت أو اسم أي ولد أو منت يعني مثلا علي أحمد نور هذا كل اسم مفرد فرح نضيف له هي شيئت نضيف اس الشخص الثالث للفعل لس الشخص الثالث مثال على ذلك هي وكات سكول هي وي وكس راح نضيف اس الشخص الثالث مثل ما تلاحظون هالي الآن نخليها بلون أحمر ليش ضفنا اله لأن الفاعل مفرد اللي هو ليش ضفنا الاس عقفا لأن الفاعل هي مفرد نأتي الآن إلى حالة النفي طبعا في حالة النفي سوف نستخدم دو أو دو وأكيد الدو بوية الحالات الجمع اللي هم الهي واليو والذي والوي والآي راح ناخذ الدو والهي والشي والإت راح تاخذ الدو في حالة النفي في حالة المثبت ما راح نستخدم دو دو ركز يمي بحالة المفرد ما راح نستخدم دو دو سوف نعمل لنعمل 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 لنستخدم الدرس في بداية الجملة و لا تنسى علامة الاستفهم بالنسبة لإستخدامات الزمن نستخدم الدرس في بداية الجملة أشياء بشكل عام بشكل عام إذاً إذا كانت حقيقة إذا جملة بها حقيقة بشكل عام تتكلم عن الحقيقة إذا تتكلم عن العادات الحقائق الكونية الأشياء الحقيقية يعني ثابتة دائماً نستخدم إياها زمن المضارع البسيط المضارع البسيط هو من اسمها أحداث بسيطة يعني الأشياء التي تم بشكل عام الحقائق المعلومات العامة أشياء بشكل عام خلينا نقول تتم بشكل يومي عادة تكرار مثال على ذلك الممرضات تعتني بالمرضى بشكل عام نحاول نعتمد على المعنى لأن الموضوع ممثل إعدادية لا، هنا شوية المعنى إلى دوع مثلاً غالباً غالباً ما أذهب برا لتنزه في العطلة في عطلة نهاية الأسبوع الأرض تدور وحول الشمس هذه حقيقة ثابتة ما أحد يقدر يغيرها المقهى المقهى يفتح في الساعة السابعة والنصف صباحاً فشيء عام حقيقة يعني الآن هذه ما بها استمرارية يعني احنا قلنا بالمضارع المستمر الحدث بدأ ولم يمتهي منه يعني أنا بدأت بتديرس ولم أنتهي منه أما في المضارع البسيط فلا يوجد وقت محدد ثابت هي جملة عامة المقهى يفتح في الساعة السابعة فلان كذا يعني وكأنما جملة حقيقة يعني إثبات إثبات عامة طيب إذا تلاحظ كل هذه الجملة I get up أنا أستيقظ every morning دائماً العادات الأشياء اللي نكمل تكرارها يتم تكرارها نستخدم بها المضارع البسيط هاي ملاحظة مهمة جداً يعني فمثلاً How often كم مرة طبعاً هذا تكرار How often كم مرة How often do you go to the Dynatist شوفنا مستخدمين المضارع البسيط ليش نفيها تكرار How often وراء the often واستخدمين the do اللي هو الفعل المساعد البار حتى نستخدم إزوار وام المحاضرة السابقة اليو الفاعل والقوف فعل الرئيس شوف نفس الحتو هاي الجملة الجملة ذني مهماتي يعني أحاول أحفظها أنا هاي الجملة صراحة أنا أنصح الطلاب تحفظها حتى يظلنا ببالغ حتى المثال ما تنسى How often do you go to the Dynatist هاي ليش مستخدم مضارع بسيط ليش ما استخدم مضارع بسيط تروح للطبيب هاي فد شي عادة تكرار يعني دائما أي شي يتم تكراره أو عادة هاي دائما نستخدمها زمن المضارع البسيط زمن المضارع البسيط زمن المضارع البسيط التمرين هاذا يقول هاي سأخبر Van otra hae اختر على وصول الاختيار الصحيح طبعًا هاي الجملة البسيطة والاه راه رح نتجين هو الصعوبة نهاية جملة بسيطة نهاية جملة بسيطة ينت volumes يا صفحة شنو؟ نجي على تمرين الأول يقول هي لايك لو لايكس آيس كريم يالا اخوانا شرح نختار هنا؟ ها شون السبب؟ لايك واحد يقال لي لايك واحد يقال لي لاكس ها شرح نختار هي لايك لو لايكس؟ نعم الافتيار الصحيح راح يكون لان الهي مفرد فراح يصير لايكس اس الشخص الثالث هاي الاس انضيفها دائما للفعل لما يكون الفاعل مفرد الهي مفرد فانضيف اس هواي طلاب يخطأون بيها هواي طلاب يخطأون بيها شلون؟ يقول يعني يربطها ويا موضوع الجمع والمفرد موضوع الجمع والمفرد لا تذكرونه يقول يعني الهي مو مفرد ما نحط لها اس لما تكون الجمع نحط لها اس يعني اكو طلاب مع الاسف ضعفاء جدا يعني يخربط بين المفرد والجمع يقول استاذ احنا اللايك هي الجمع هي الاس موبا للجمع اللايك قريب من انت اللايك وهذا الاس اس Yes اس ما للجمع Brods أو هاي اس ما ل indispens lleع شخص Verizon لا لها علاقة مع S الجمع الان عندي كتاب Books جمع هاي بوكس ل انها الس عندما لصل مidis لا يأكل لا يأكل لأنه لا يأكل Ones Ones سنجعلها بدون S لأن Monkeys جمع مجموعة لا نضيف لأس الشخص الثالث أس الشخص الثالث ينضاف لما يكون الفاعل مفرد إذن هنا سنجعل Monkeys Climb Bats الخفافيش Don't لو doesn't لأن جمع الخيار الثاني Bats Fly لو flies لو flies Fly 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 بدون S مو غلط أخو أكو طالبة قالت flies لا Fly Fly يطير بدون S بدون كل شيء ليش؟ لأن Bats جمع وحنا قلنا إذا كان الفاعل جمع They, We, You وجماعتها راح نختار فعل مجرد رقم F نعم رقم F My cousin ابن عمي Doesn't لو don't لا لأن الفاعل مفرد I study لو I studies I study لو I studies I study لأن لأن الآي يعتبر مع ضمائر الجمع الآي وي وإلى خيره تاخذ جمع نوكلس نوكلس هذا واحد اسمه نوكلس واحد مو مجموعة نوكلس واحد Strategy أنا راح خليكم أشاركم الجملة اللي... بعدها... طبعاً إذا The Rook Hume وحد يعني فد شيء مفرد نوكلس 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 واحد اسمه نوكلس يعني هاي الاسم مو اسد جمع زلمه اسمه نوكلس طيب الان طبعا هاي الكلمة يعني هنا احنا لازم نركز على الفاعل هل الفاعل مفرد ام جمع الان عندي هنا اللي هي مجموع الاسود الاسد اسود هنا رح نختار لذلك عندي ماي براثر ايت ما رح نختار اي شيء ماي جران بيرنس اللي هم هو اجدادي رح اصير سليب لا رح اصير سليب لان اجدادي جمع ماي انكل توم عمي توم هانتس هيتش و الى اخره طيب عدنا تمرين هنا اذا لازم لك يعني تمرين يعني هنا كنت اخطاء فرح نصح حول الخطأ مع بعض رح نختار التلمد على الفاعل سد المايكات إخوان سد المايكات إخوان لا تمرين لا تمرين اتنه إذا سأكون المدارع بمقرح سأتكون الأرض ينبعه على هذا المحب لكي سأنوز مدارع مستمر وكيف العم ждال هذه هي الحقيقة ثابته الحقيقة الثابتة يصبح مدارع بسيط ولا تصبح مدارع مستمر سأقوم بمقرح سأقوم بمقرح من مقدارع مستمر إلى مقدارع بسيط لأنها حقيقة لأنها حقيقة فعلا لأنه لا أذهب لأنه لا يأتي وراءها فعل مجرد لا يصرح وراءها إضافة نعم رقم ستة ماذا يعني هذه الجملة؟ كلمة كلمة مفرد فأصبح مفرد فأصبح مفرد جملة سابعة مفرد فأصبح مفرد فأصبح مفرد الرز لا ينمو في الأجواء الباردة رقم سبعة مفرد كل صباح فأصبح مفرد مفرد فأصبح مفرد أستيقظ الساعة الثامنة رقم تسعة مفرد مفرد تصريف ثلث تجوية الأحاف فأصبح كم تفتح رقم عشرة لا ينمو في الأجواء مفرد رقم مفرد رقم عشرة رقم عشرة رقم عشرة لم أفرد مفرد لا رقم عشرة رقم عشرة ما هي الجملة الأخيرة أستاذ؟ الجملة الأخيرة كانت غو لازم نسويها مفرد يعني الفاعل مفرد فراح اصير غوز ليس غو طيب السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده طبعا السؤال اللي بعده هو تكوين سؤال يعني احنا نكون صيغة سؤال نفس الملاحظة لا 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 نفس السؤال ما للو adult question اللي هو تكوين سؤال اللي هو تكوين سؤال أصرح معلك هاي تحكي على unit 2 ولو unit 2 نعم يونتو تهاي عدنا اسئلة اسئلة لنحلها مع بعض الان يقول يريدنا نسأل عن هذا السؤال يقول اولا جار اللي خاط جوه البوك و يريدنا نسأل عليها شراح نستخدم هنا يا اداة طيب سدوا المايكات سدوا المايكات طيب راح نختار الوات ليش اختارينا وات لان البوك غير عاقل جماد فمستحيلة يختاره او غير او كذا اذا اشراح اقول هنا وات ورا الوات ورا الوات اللي هو الفعل المساعد شون عرفتها داز ماي سستر اكتبها عادي مثل ما هي او تقدر تقول يور سستر هم صحيح مو مشكلة مات سستر ريت يور سستر بس العفو دكتور سؤال هي الابوك غير عاقل استخدرنا وات مضبوط كلامك صحيح وات داز يور سستر ريت سير حط ريتس سير حط ريتس لا مايزر لين سؤال لا 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 بحالة السؤال يكون الفعل مجامل سد الماكات سد الماكات اخوان سد الماكات اللي لا يسمعني او عند الصوت يأكو مشكلة بالصوات ترى اغلب الاحيان يكون المشكلة بنت يمك ضعيف فحاور تغير مكانك او تكون قريب على الشبكة يعني المكان بي شبكة نت فرانك لايكس دوكس نعم نعم يستور حدنا مشكلة بس بالفيديو اللي عارضة جمعا ما دعكت على المشكلة ما المشكلة النتيمك ضعيفة يعني هاي المشكلة يمك انت مو مو فرانك لايكس دوكس طبعا الدوكس غير عاقل فرح نقول وات داز اذا نخلي داز فرانك راح اصير لايك يصير يحط لايكس لا لا يصير يحط لايكس لان الفاعل هنا لان الفاعل هنا لان جملة سؤال في حالة السؤال وان في يكون الفعل مجرد يقول هنا ماهر رايتس هز بايك افري دي اعتقد هاي سهلة بعد ما يحتاج خلينا ننتقل على الرابعة احسن ماي سيستر لفس ان بيغ هاوس شرح نستخدم يا اداة اخوان هاي ا Provider اكتب ان اتباه محطة ادري ايدي ادري احنا لا نريد ان احل احنا لا نعتد ان اتحان انا نريد ان افتهم ونعرف انا نريد ان اريد ان افتهم ونعرف استخدم احده وين اتهت انتبه علي انتبه علي مو مشكلة عندنا مو مشكلة عادة مو مشكلة عندنا سؤال الرابع يقول ان بيج هاوس ان بيج هاوس سدوا المايكات اخوان سمحولي دقيقة خلينا اشرح لكم ان ابيج هاوس فسدوا المايكات قاعدة اشرح انطيني مجال ان ابيج هاوس في منزل كبير هذا مكان يعني فد مكان طالما مكان فراح اسأل بي عن الوير فراح أجي أستخدم الوير في البداية رح اقول وير حط الوير بالبداية استاذ محمد ليش استخدمنا وير لان مكان هذا وراه الوير لازم استخدم فعل مساعد شنو الفعل للمساعدة اللي رح استخدمه بالمضارع البسيط احنا نعرف المضارع البسيط عدنا دو دس هنا استخدم لان ماي سستر مفرد يعني هسا انا مثلا لو عندي بدل ماي سستر هنا مثلا خلينا نقول على سبيل المثال خلينا نقول سد الماكات عيني سد الماكات عيني The brothers live الأخوان يعيشون في منزل كبير الثاني راح أقول Where do Where do the brothers The brothers Where do the brothers أين the brothers live يعيشون وأسكت انتهى الحل زي الأستاذ وإن the big house نحذفها نعم نحذفها لأن أنا قاعد أسأل عنها Where do the brothers live هنا جمعتهم هاي مجموعة brothers أخوان أو مثلا they home نفس الحالة نفس الحالة ور سهلة نقطة ثالثة عادي نقطة ثالثة سهلة His bike His bike هنا شرح نستخدم يا أداة His bike عاقل وغير عاقل وراء عاقل وغير عاقل وات وراء الوات شرح نستخدم فعل مساعدة اللي هو Does Does What does maher ride نكتب ماهر بالبداية وراها ماهر What does maher ride every day ونكتب every day وياها نزلها مثل ما هي every day انتهى الحل وحط علامة تستخدم What does maher ride every day وانتهى الحل بس لا أكثر ولا أكثر طيب His bike حذفناها ليش His bike لأننا نسأل عنها الشي اللي تسأل عنها إنها حذبة بيل has two not books الآن two يعني هنا عدد اللي د اسأل عن العدد كيف اسأل عن العدد شاستخدم كيف اسأل عن العدد 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 كمال مرحبا؟ بل مرحبا أم أم كمال مرحبا؟ ليس بكس أم أم ها هو مجال ونحن قلنا بالسؤال يكون فعل مجرد الهاز هي مالتة المفرد ما تجمع مالتها؟ يعني الهاز لان سؤال عندي فراح اصير هاو ماذا عندي بالجملة لما كانت رايتس سويتها رايتس حذفت الاس من عدة الهاز ماذا تحذف الاس من عدة؟ نحولها للهاز يعني الهاز هاو مفرد ماذا تسويها بحالة المجرد؟ حطها هاو حتى تحذف الاس من عدة لان احنا ما يصير نحط داس ونحط هاز لا يصير مفرد بمفرد هاو مراهم وراح سير هاو ماني داز بيلز هاف نوتو بوكس ونزلناها مثل ما هي اكو سؤال؟ طيب نجي حسن عندنا هذا ايضا تمرين اخر تمرين هذا اخر هذا تمرين جملة الأخيرة يقول هاو ماني هو سائل بيل هاز 2 نوتو بوكس سايد جملة ويقول اسأل عليها فاحنا من راح اسويها السؤال؟ ايش راح اسوي؟ راح استخدم اداة السؤال في البداية اللي هي هاو ماني زين استاذ ليش استخدمت الهو ماني؟ لان انا عندي عدد اللي هو 2 ورا العدد ش راح نستخدم فعل مساعد؟ من هو الفعل مساعد؟ انا عندي هنا 2 عدد فا استخدمت هاو ماني ليش استخدمت هاو ماني سواء؟ لحنا مو قلنا بسؤال نحذف اس شخص الثالث انا عندي هاز بيها اس هاي الاس شوان حيويها الجمع حطها هاو؟ نوتبوك وهان نزلتها مثل ما هي هاو ماني نزلتها؟ داز بيل والهاب كتابتها اللي هي جاية من الهاب هاز هاز تحول هاو هنا غايت اتهت الجملة طيب عندنا تمرين بعده هذا التمرين يتكلم عن المضارع البسيط هذا التمرين ايضا رح يكون واجب عليكم مثل ما انطعتكم هذا الواجب اللي بعده رح يكون هذا واجب عليكم هذا تمرين لهذا اخذوا له سكرين وحلوه هذا تمرين اخذوا له سكرين وحلوه simple present exercise تحليها بالتعليقات على اليوتيوب تحليها على الخاص ما انا ما تريد تحلى تحلى حتى وانا اصلح لكم يوم تحلى ودزه في التعليقات او تحلى عادة بورقة او تصورة بالتعليقات على تليقرام ما عندي مشكلة وانا اذا عندك خطأ اقول لك علي بس المهم لازم انت تحلى وحدك بدون مساعدة بدون ايش طيب اخوانا هسا رح نروح لليونت الثالث اليونت الثالث رح يتكلم عن present continuous and present simple طيب نتابعوا عليها زين ونشوفوه هنا بهاي الملزمة طبعا هاي الملزمة موجودة بكل المكاتب كل مكاتب العراق المكاتب اللي هي أنا قاعدة المكاتب اللي تبيع ملازم مو مكاتب اللي يعني ما عندي مكاتب أنا اللي عندي مكاتب كان وزعتلكم لها بالجامل زين عيني فهي مكاتب يعني تتنسخ وتبيع مكاتب معتمدة تقدرون تطلبون منعدها هاي الملازم وعدهم توصيل أيضا يعني الخاصة ومع الملازم ناشرين المكاتب وين بالقناة التليقرام طيب الان عندك يونتي فري الوحدة الثالثة بهاي الوحدة رح نسوي مقارنة ما بين المضارع البسيط والمضارع المستمر يقول هنا يعني يقول الحدث غير منتهي باوعد لي بالمضارع البسيط الحدث غير منتهي بالمضارع المستمر بالمضارع البسيط الحدث يتم بشكل تكراري ويدل على حقيقة يقول الماء يغلي هل تستطيع أن توقفه؟ يعني هنا بها استمرارية ترى هسا الميداء يغلي تلاحظوا إياها الحدث باستمرارية ولم ينتهي يعني الماء بعدها يغلي بعدها انتهى لا زال الماء يغلي إذن الحدث بمستمر لأنه استمرارية بدأ الحدث ولم ينتهي ولم ينتهي بدأ الماء بالغلي ولم ينتهي لذلك احنا لازم نطعفه شوف الجملة هاي الجملة اذا جتك بالامتحان اضع المضارع بسيطة مرة بينما المضارع البسيط يدل على حقيقة يقول يغلي الماء في درجة حرارة مئة سيليزية إذن هاي حقيقة شوف هاي هي الفكرة هي شي لازم يريدك تركز يعني شوف المضارع البسيط كل جمالة بشكل عام عامية شوية عامة حقائق عامة مثلا هنا اقول لك listen to those people استمع لهؤلاء الناس what language they are speaking قاعد مستمرين بالكلام بدأوا بالكلام ولم ينتهوا من مضارع مستمر بينما المضارع البسيط شوف بشكل عام هاي هاي man excuse me do you speak English هل تتكلم لغة انجليزية حقيقة عامة جملة عامة شوف هذا المضارع البسيط دائما يتكلم عن اشياء عامة حقائق عامة جملة عامة المضارع البسيط لا باستمرارية بدأ الحدث ولم تنتهي منه بدأ الحدث ولم تنتهي منه اذا تلاحظ يم هنا اكو شغلة مهمة يقول لك المضارع المستمر باستمرارية لفترة محددة بينما المضارع البسيط هو حقيقة ثابتة شوف يعني شلون يعني المستمر وقته قصير استمرارية قصيرة يعني مو انت استمرارية بس قصيرة اما المضارع البسيط لا حدث حقيقة ثابتة يعني والله هسا احنا من نقول المضارع البسيط الماء يغلي بدرجة حارة 100 سيدي زي هالحقيقة ثابتة يعني ممكن يصير بعد سنة عشر سنين يصير يغلي الماء بعشرين درجة لا هالحقيقة ثابتة من أمد تغيير مضارع البسيط دامان حقيقة طيب شوف يقول انا اعيش مع بعض الأصدقاء انا اعيش مع بعض الأصدقاء الان لو بواعت على هاجمولتي بها مفتاح حل شلو مفتاح الحل ما لها الجملة يقول الآن اعيش مع أصدقائي لحد ما ألقي مكان للعيش يعني شنو معناها يعني معناها موقت زين استاذ انا اريد مفتاح حل طيب الآن لو اجت على الجملة الأولى مفتاح الحل مالتي find a place يجاد مكان هذا هو مفتاح الحل انا اعيش مع بعض الأصدقاء حتى اجد مكان اذا الجملة هنا شنية شنو الجملة هنا اذا انا اعيش مع بعض الأصدقاء هذا حدث استمر بس شنو موقت شون عرفتها وموقت مفتاح الحل مالتي I find a place حد ما اجد مكان هذا موقت طيب لو اجت على هذه الجملة my parents live in London والديي يعيشون بلندن they have lived their told their lives all their lives كل حياتهم لو اجت على هذه الجملة عندي مفتاح الحل مالتي شنو مفتاح الحل هم يعيشون هناك كل حياتهم اذا هاي حقيقة الان راح استخدم مضارع بسيطة انا ادري واحدة من التعليقات وبعض الطلاب استعاد يعني انا بدي يجيني بالامتحان يا حبيبي راح يجيني بالامتحان اقوم افسر وهاي هيتي وهذول يعيشون هاي وانا ما عندي معاني وهكذا لا الفكرة مو هيتي الفكرة انت عندك ذن جمل مادة تحفظ هاي الجمل كليتهم وكل جملة تجيك الهم مفتاح الحل كل جملة تجيك الهم مفتاح الحل يعني ماكو جملة تجيك بدون مفتاح الحل لازم تلقى مفتاح الحل لازم اتحداك حتى لو يعني شغلك حتى لو معانيك ضعيفة جدا يعني يعني اذا انت ما تعرف find يجد ولايف حيات يعني صراحة لا تجيك اسم انجليزي اصلا انت اذا ما تعرف find يجد ولايف حيات لا صراحة انت يعني ماعرف شغلك يعني انا ما اقول لك اريدك تحفظ معاني كلتها بس اكو معاني عامة بسيطة يعني بهاي المعاني وهاي دراستي وتحفظ الجمل اللي انطقياها راح تقدر تحل اي سؤال يجيك على الازم حتى لو بدون ادوان بدون كل شي لان المعنى واضح انا لو جيت على جملة الاولى شوفوا المضارع البسيط دائما بارقام المضارع البسيط دائما شوف بارقام يعني مية سيليزية عشرين كذا شوف حتى هنا شوف حتى هذا هنا رقم every population of the world شعب العالم increase يزداد اذا من شفنا رقم هنا هاي حقيقة اذا هاي حقيقة جميع ما بيها استمرارية بينما هنا شعب العالم يزداد very fast اذا هاي بيها استمرارية فراح نستخدم مضارع بسيطة فالموضوع بسيط يا اخوان يعني لا تصعبونها فالدنوب يعني طيب رح ننتقل الآن الى بس عندي شغلة مهمة بليونة الرابعة اريد انطقكم اياها وباتشر انحل التدريبات على الوحدة الثالثة والرابعة مع بعض حال احنا يقوم بسوية انا صراحة احب احب يعني احب احل التمارين للطلاب مع بعض من تناقش بيها هاي هي ليش ما هاي صارت وهاي صارت يعني صراحة احب هاي يعني احس الطالب يفتهم من تقوم تشرح له يفتهم شون يحيل يفتهم المادة فصراحة يعني حتى طلابي داخلين يم بدورات خاصة يعني انا حاليا عندي اكثر من 20 طالب داخل يم بدورة خاصة يعني ويشتركين يم بمبالغ يعني هاي دورة مجانية قاعدة اسويها يعني وبدون مانية وما حب احتيها صراحة بس يعني اكو دورات داخلين يمن طلاب قلت لكم دورات خاصة حتى بدورات خاصة يعني احاول احاول اخلى طالب ما يقرأ يعني ما يعتمد على قرايت يعتمد علي الا شغلات اللي تحتاج حفظ يعني مثلا قاعدة مات تطوير اللغة بشكل عام دائما احب اعيد واكرر واحب انه انه نحل مع بعض زين هاي ليش صارت هاي 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 الامور جدا تخلي الطالب يستوعب المادة وتثبت المعلومة عندها حتى بدون قراية بدون كل شي راح يثبت ها يثبت ها اذا كان صدق يركز ويجا اما اذا عين على تليفون وفلان ادز لرسالة ومنشور معين فهذا لا سلم لعلي زين احنا اكم لاحظة مهمة جدا هاي الافعال من نستخدم المضارع المستمر لان هذه الافعال هي افعال شعورية لا بها استمرارية يعني يعني مثلا على سبيل المثال يعرف يعرف هذا الفعل ما اقدر اقول مضارع مستمر يعني انا بي كان نص ساعة وين صار هاي وين رام تحكيها الجاهلة ما يصدق مثلا عندك كلمة يتذكر انا تذكرت الخبر او انا تذكرت السالفة او انا تذكرت المعلومة اكو واحد يظل يتذكر 20 ثانية او 20 دقيقة او ساعة وحدة بس عندك رايت يكتب بها الفعل باستمرارية هذا الفعل مثلا يقول لك اريد شيئا ما نارد اكو واحد يريد 10 ساعات اظل واحد اقول اريد اريد يعني يعني موراهما يعني اذا ما بها استمرارية اذا هاي الفعل لازم نحفظها انه هاي الفعل مدل على استمرارية مدل على استمرارية